آخر خبر عندنا قبل ما نتكلم على الأوتو إيميون تحدي يرمي صاحبك والحقيقة التحديات بتاعة التيك توك دي بقت مزعجة جدا تحدي كتم النفس تحدي معرفش ايه منهم بقى التحدي الغريب ده اللي هو العيال يرمو يعني أنا باستحملش المشهد ده بصراحة ما باستحملش ازاي يا ساتر يرمو بص بص يرمو ازاي دول مجانين يعني ايه الجنين ده ايه العيال المجانين انه واصلة مرحلة وازاي الوادي وافق انه هو يتشل ويترمي يعني عندنا حالة خطيرة من الحالات احمد خالد الطالب بمدرسة ابناء النيل الدولية بالعبور اللي عمل كده والولد مصاب إصابات شديدة جدا واصلة لأدي الصورة والفيديو وادي الاصابات واصلة لكسر في العمود الفقري والنخاع الشوكي والرقبة قد تؤدي لأضرار شديدة في اسكندرية كمان زياد محمد اسماعيل برضو في سنة اولى كل التجارة انجليزي جامعة اسكندرية برضو كسور وكدمات في الوجه نتيجة قيامه بهذا التحدي ايه يا جماعة هو يعني احنا انتو بتفكروني بزمان لما كانوا فرافيروا بنشوف الكارتون وكان فيه اطفال يطلعوا فوق السطوح ويعملوا فرافيروا ويرموا نفسهم من فوق السطوح ايه اللي بيخلي الولاد تسيطر عليهم حالات التحدي لدرجة ان هم يعملوا حاجة عكس المنطق عكس العقل عكس اي حاجة واهليهم فين ومدرسينهم فين واصحابهم التانيين فين هو مفيش اي حاجة في اي مفيش اي عقل معنى طبعا وزارة الداخلية رصدت هذه الفيديوهات واصابة الولد كمان بهان الداخلية بهان التربية والتعليم حذر من هذه الالعاب ووجه الاهالي ان هم ياخدوا بالهم ولادهم بيشوفوا ايه البرلمان كان فيه طلبات احاطة اشتركوا في القناة